ويفتقدوه وعايزين يعودوا معاه يقول لهم خلاص اعملت لكم اللي انتوا عايزين وبعد كده يشتكي انه هو بتعاملوا معاه كالنو اي تي ام ووقت نفسية الموظف تظهر بقى في ايه لما الواحد يعيش بقى مع احبابه بالطريقة انا قمت بالمهمة اللي عندي انا قمت بالمهمة اللي هلاي هي بقى هتكفقوني بايه وهو عايز بقى العلاوة عايز المكافآت بس البيت بيتبني على الفضل فهو نسي انه في البيت بيتبني على الفضل فهو كأنه بيقول لهم انا خلاص عملت لكم شغلي وخلصت الشغل في معاده فانا عايز بقى منتظر بقى انه يجيلي مرتب او تجيلي مكافآت تنزلي مكافآت بقى فهو عايز تنزلي مكافآت فين على طول بس ده على فكرة مش مقتضى معنا المحبة ولا الرعاية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قلبك زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم رعين وكلكم مسؤونوا على رعياتي لاي الرعاية اللي فيها اكرام واحتواء وعطاء من باب المحبة بدون انتظار مقابل وهو ده مقتضى الفضل وهو ده مقتضى المواد والرحمة وفي ناس كمان بتعيش بنفسية الموظف في المعاملة تسوف كده هو تعود على نفسية الموظف فبنش ايض يسيطر عليها ضربت بقى في كل حياته ضربت في كل المجالات السابعة اللي احنا كنا نتكلمنا عنها في رمضان حتى لدرجة ان هي ضربت في حياته مع ربنا فبيتعامل مع ربنا بطريقة الموظف يتعامل مع ربنا على ان ربنا هو المدير انا اسف اللي بقول كده بس ده اللي حصل وكينه بيقول له يا رب انا عملت العبادات اللي عليها ومنتظر ايه بقى منتظر اللي هتدهوني بقى او منتظر ان انت تديني بقى العلاوة اللي انت كنت أعدني بيها اللي هي ايه العلاوة تستجيبلي دعائي وينسى خالص ان هو عبد عبد اللي مش موظف وقاوقات يتعامل مع ربنا ان هو بيرقبه زي ما بيرقبه بيرقبه وايامل له خصم مش ان ربنا سبحانه وتعالى بيرعاه ومرقبته دي مش مرقبة ان الله سبحانه وتعالى عايز يعرف اسراره لان ربنا يعلم السره واخفه ربنا مش بيرقبك ربنا بيرعاك وعشان هو لو كان بيرقبك بقى مع زوجة واولادة التعامل بطريقة الاوامر فزوجة يحس ان هو مش بطلة ويحس ان هو مش مال يعنيها ويحس ان هو مهان لانه بيحس انه بتقلل منه او لو كان نمطها مثلا في الادارة نمط المدير الايه الايه المنقذ بقى اللي بيتدخل فورا عشان يحل يعني المشكلة بتواجه الموظفين من غير ما يديهم الفرصة ان هم يواجهوا المشكلة ويفكروا في حلول ليها فيتعامل مثلا مع اصدقائها على انه على انه مدير المنقذ فلو هي حكلها عن مشكلة ليهم تجري تحلها عنهم مع انهم على فكرة في بعض الاحيان ما كانوش محتاجين منها حل محتاجة ان يومها يسمعوها بس فتعمل الكلام ده مع صديقاتها تعمل الكلام ده مع زوجها يبص زوجها يقول لها يجي تقول له ايه انا خلاص حلت الموضوع حلت الموضوع ايه احنا مش مفروض نقعد مع بعض ونتكلم ونتفق على الماء انا يقولتوا خلاص خلاص انت زعلان انا عملتلك اللي انت عايزه احنا خلصنا الموضوع خلاص وبعد اجي ان تجي تشتكل ان ايه ان هو زوجها زعلان من ايه انا عشان شلت عنه لا انت مشلتش عنه انت لغيتيه انت عشان مدير وبتاخد قرار فروح تواخد القرار في البيت ولغيتيه انا جبت الكلام دوت وخلاص وعن سدته بالطريقة الفلانية وعن اعمله بالطريقة الفلانية وخلاص وعليه ان هو يعمل ايه يستجيب لهذا التنفيذ او لو كان نمط وهو مثلا في الادارة نمط المدير العصبي وده بقى احنا بكلمكم على اللي بيحصل في البيت بالحرف بكلمكم على اللي بيتخنقوا الناس علشانه بكلمكم على الجليس اللي كابس على نفسنا ولازم نخرجه من بيوتنا لانه قاعد معنا وبيخرب البيت او بيخرب الغيط او بيخرب العلاقات ده هو بقى نمط المدير المبقى العصب المتصلط بقى فيتعصب على كل اللي حواليه ما تخلينيش تتنرفز عليك فيا تفهم ما تخلينيش تتنرفز عليك ليه احنا قاعدين في البيت تتنرفز علي ليه ترجمة نانسي قنقر